كانت تلكم العنوين إليكم التفاصيل كشفت وزيرة وتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم كشفت بأن عدد العائلات المعوزة والتي ستستفيد من إعانة شهر رمضان لهذه السنة سيفوق المليون وستمائة ألف عائلة وأضافت مونيا مسلم بأن الوزراء قد خصصت غلافا ماليا قدرى بأربعة وخمسين مليار سنطيم كما الجفال عدد العائلات المعوزة لهذه العملية هو مليون وستمائة وستمائة ألف حوالي الغلاف المالي الخاص بوزارة تضامن هو ربعة وخمسين مليار سنطيم ما يقارب سبعة فاصل سبعة من مئة من مجموع ما يجمع في صندوق هذه العملية التضامنية لشهر رمضان كم قطاعات أخرى تشارك في هذا الصندوق في هذه العملية التضامنية لشهر رمضان وفي السياق ذاته أعلنت الوزير مونيا مسلم بأن الإعانات الغذائية ستسلم للعائلات المعوزة أسبوعا فقط قبل شهر رمضان وشددت في ذاتي صدد على وجوب احترام كرامة المواطن وخصوصية كل منطقة أكدت على أن خصوصية كل منطقة الإعانات لا يجب أن تكون في كل مناطق متشابهة كاين مواد أساسية تجمع كل المواطنين 48 ولاية كيف كيف ولكن كاين احتياجات تعمواطن في الغذاء نتاعه وتاع الجنوب ما تشبهش تاع الشمال لازم ناخذها بالاعتبار حتى نكونوا إفكاس في هذه العملية أسبوع من قبل أسبوع من قبل علاش باسكو لازم المواطنين كيدخل عليهم رمضان الشريحة المعوزة يكونوا كذلك هم موجدين رمضان ككل عائلة الجزائرية ما يكونوا شيخ مو أسبوع من قبل لازم يكون عندهم كل إعانات إن شاء الله أمر رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة بإيجاد حل نهائي فيما يخص قضية غردايا واعتماد لغات الحوار كأحسن حل لاستئصالي الأزمة من جذورها قبل حلول شهر رمضان الفضيلة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات حيث سيشرع الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة إلى ولاية غردايا رفقة طاقمه الحكومي خلال الأيام القادمة وقال عبد المالك سلال أمس في رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مخطط تعمل الحكومة سنجد الحل النهائي للوضع في ولاية غردايا في الأيام القليلة القادمة باعتماد لغة الحوار أمام تزايد تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية سعودية سينظر المجلس العلمي لوزارة شؤون الدينية والأوقاف في 17 من هذا الشهر في إمكانية تأجيل موسم الحج إلى سنة 2014 وذلك من خلال إصدار فتوى رسمية حول المسألة بعد أن يستمع إلى رأي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مدى خطورة فيروس كورونا على حياة الحجاج الجزائريين المتواجهين إلى المملكة العربية سعودية لأدائي الحج وفي حالي تبين بأنه لا دعا لتأجيل الموسم ستعمد الوزراء إلى دعوة المرضى وكبار السن والحوامل إلى تأجيل حجهم إلى موسم لاحق إلى قطاعي التربية الآن حيث استبعد إبراهيم عباسي مدير الدوان الوطني للامتحانات والمسابقات استبعد في تدخل له على أمواج الإضاء الوطني القناة الثالثة مراجعة نظام الانتقال إلى الجامعة وتطبيق نظام الإنقاذ في نتائج هذا باكالوريا دورة جوان من سنة 2014 دورة جوان مدير الدوانات والمسابقات دورة جوان مدير الدوانات والمدير الدوانات والمسابقات نظرية من خلال الاحتكاك بالمسرح البحري العملية تمت بإشراف اللواء مالك نسيب قائد القوة البحرية والذي أشرف على تفتيش سفينة المدرسة الصمام هذا وستكون هذه المهمة تحت قيادة العميد قريش محمد والعقيد جايد نوردين قائدا لأسفينة التفاصيل في ميكروفون محمد بومجو الحملة التدريبية لهذه السنة ستدوم إن شاء الله 64 يوم سيكون على متنها 91 طالب ضابط عامل سنة ثانية نظام الام دي من بينهم 30 طالبا وطالب تونسي وذلك في إطار التعاون العسكري المشرك الجزائر التونسي إذ ستشارك سفينة المدرسة الصمام في عدة احتفاليات منها الأبواب المفتوحة التي ستنظم بمدينة كيال بألمانيا وأيضا احتفالية التي ستنظم بمدينة طولون هذا ومن جهتهم الطالب ضابط أكدوا بأن هذه الحملة التدريبية ستكسبهم معارف مهنية وحتى ثقافية من خلال المراحل التي سيمرون بها في هذه الحملة محمد بومجو ثانية نظام سنشارك في الحملة التدريبية لصيف 2014 التي ستمنحنا الفرصة لزيارة عدة موانئ وتعزيز المكاسب التي اكتسبناها في المدرسة العليا البحرية بـ 8 فوست نحن في هذه الحملة التدريبية لصيف 2014 التي خططت لها القيادة العليا نجل إكساب طلب الضباط جميع المفاهيم والمعلومات في ميدان البحر خاصة في هذا التكوين والاحتكاك الأول مع البحر إلى الحدث العالمي الآن إلى المونديال وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى المدن التي ستحتضن مقابلة المونديال وساعات فقط قبل إعطاء إشارة انطلاق المقابلة الافتتاحية لكاس العالم حالة غليان غير مسبوقة تعيشها شوارع البرازيل في ظل تهديد كبر النقابات العملية بشن حركة احتجاجية واسعة لتنديد بسياسة الإنفاق المبالغ فيها والمنتهج من قبل سلطة البرازيلية على حد قولهم هذا وتخشى الحكومة البرازيلية من تأثير هذه الاحتجاجات على نجاح مونديال بلاد صامبا نحن نشارك في هذه التظاهرة لمدة يومين لأننا نرى أن الفيفا جلبت للبرازيل والشعب أشياء صلبية اللاعبون هم المستفادون الفنادق والفئات الخاصة أما نحن فسوف نستمر في البؤس هذا وعكس البرازيليين المحتجين حول تنظيم كأس العالم الرئيس البرازيلي ديل ماروسيف ترحب بهذه الاستضافة وتدعو كل الأنصار في العالم إلى المجيء وتعدهم بالأمان والجمال الطبيعي لبلاد الصامبا أنا متأكدة من أنه في المدن الاثنى عشر التي ستحتضن مباراية كأس العالم سيحدى ضيوف البرازيل باستقبال جيد وسيفاجأ الضيوف بجمال بلادنا الطبيعي تعالوا ستكون هنا في سلام وأبواب البرازيل مفتوحة لكل زوارها أصدقائي من الجميع أصدقائي من الجميع البرازيل نبقى مع المنديال والرياضة حيث أضحى المنتخب الوطني لكرة القدم في الأوين الأخيرة أضحى محل اهتمام الفتاة الجزائرية ظاهرة جديدة جعلت التساؤلات تطرح عن سبب هذا تحول في اهتمام المرأة بكرة القدم عامتان وأشبال ناخب الوطني وحيد حليلوزيش بصفة خاصة أتفاصيل مع حنان خوجة لم يعد يقتصر هوس متابعة مباراية كرة القدم على الرجال فقط بل امتد ليشمل الجنس اللطيف في ظاهرة بدأت بوادرها مع تأهل المنتخب الوطني لنهاية كأس العالم بجنوب افريقيا وتطور بعدها بشكل نافت مناصرة المرأة الجزائرية للخضر لم تقتصر على شجرة التلفزيون فقط بل تعدته إلى حضورها في المدرجات كما كان الحال في المباراة الودية التي جمعت الخضر مع الأوروغوهي وتكرر في لقاء الجزائر أمام سربيا انتهاءا بمباراة البوصنة وليس ذلك بالغريب فحب المرأة للألوان الوطنية لا يقل عن ولع الرجال بها نحب ليكيب ناسيونال على جل البلاد فس كل روح الوطنية سكن فيها على جل البلاد هذه اللي اسمها تزاير من شاء الله يفرحونا جست على جل العالم الجزائري باش نرفع بلادنا وقدم الدول الأخرى هذا ما كان لكن بالمقابل بعض المناصرات لا يهمهن من لقاءات الخضر سوى عيون اللعبين نحب بكو بلس بوغرة وطالما نحب بزاف بوغرة عندي البيلتاعو في الدار سيبورتير لكيب ناسيونال على جل الجوار حلي شكل ملان يونيوان ونصرة النزال الخضر وإن اختلفت ميولتهم دعم إضافي لشبال حلوزيتش لرفع الرئية الوطنية عالية في موديالي البرازيل وبهذا مشاهدنا نختم الموجز السلام عليكم